أعلنت وزيرة التنمية المحلية منال عوض عن التسليم الابتدائي لخلية الدفن الصحي وأعمال الساتر الخاصة بالخلية بمركز بدر بمحافظة البحيرة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 132 مليون جنيه وقالت وزيرة التنمية المحلية إن حجم الاستثمارات المقدمة من الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة البحيرة بلغت حوالي 279 مليون جنيه يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإصراع في تحقيق طفرة كبيرة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية في جميع المحافظات